السلام عليكم أصدقائي بتأمل بسيط في تاريخنا سنرى أننا مجتمعات لا يولدها ولا ينتجها إلا العنف فكرا أولا ثم ممارسة تاليا ولكن طوال أحداث هذا التاريخ لنا أن نتسأل ماذا كان دور القيم الأخلاقية بين كل هذه القصص والحكايات والحوادث المدامية التي حدثت داخل مجتمعاتنا وما زالت الجواب لا دورة حقيقية لها تماما أعني القيم الأخلاقية هناك من يتنطع باسمها ولكن الحقيقة تبقى هي الحقيقة هناك دين فقط لا شيء آخر كنوا مع أصدقائي بعد الفاصل مبدعيا الإنسان كائن عنيف هذه قضية لا يمكن التنافل عنها وعندي حلقة ذكرت فيها أن العنف هو مصدر الدين وليس الدين هو مصدر العنف معنى أن الدين تم تشكيله وفرض على المجتمعات من خلال أداة حقيقية وواقعية جدا وهي أداة العنف معنى آخر أن الدين هو الذي تشكل نتيجة لعنف موجود ومتأصل في الطبيعة البشرية وهناك من استثمر هذا الموضوع وأنتج أديانا وسلطات وقوى حاكمة ومهيمة على المجتمعات وهذه المجتمعات أو الجماعات طالما قدمت الوقود اللازم لتغذية هذه الأجيولوجيات أو العقائد لأجل تنفيذ رغباتها الشديدة بممارسة العنف والأدوان يعني كل ما هو فيه انتقاص من حرية الآخرين واستغلال لهم هنا ماذا عن القيم الأخلاقية ماذا أيضا عن ما يسمى القيم الدينية بالحقيقة هذه الأشياء كلها موضوعة القيم بيأكملها عبارة عن بالونات بالونات للترويج العام وأدوات يستخدمها الذين يشرفون على عمليات العنف باسم الدين أو باسم الإله أو باسم السلطة أو باسم الشرعية أو أي اسم كان دائما هؤلاء يستخدمون هذه المعايير والقيم باسم بحجة أو بأخرى هم يصورون الآخرين دائما بأنهم أحرار يحترمون الآخرين أنهم ينصفون الآخرين أنهم بالغوا الكرم والإحسان والطيبة وأنهم رحيمين وراحمين حسب الآية القرآنية أو مفتتح أي سورة قرآنية أو أي قول مقدس بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد تستغرب عن كون الطفل أسأل كيف أي الرحمن الرحيم ما هذا الكلام كيف يكون الرحمن الرحيم وكيف يمكن أن يصدر عقوبات للآخرين هذا أنها تفسيرات بعد ذلك تصبح كثيرة تقول بأن الأب له حق أن يعاقب أولاده لكن ليس أكثر من هذا ليست من ذلك فلسفة أو منظومة أخلاقية تفسر هذا الموضوع بشكل لا يقبل التداخل مع القضايا الأخرى أنت صحيح أنت أب وترعى أولادك لكنك لا تقتلهم أو لا تعاقبهم لأبد الآبدين أي رحمة هذا الأب عندما يعاقب أولاده يعاقبهم لكي يصلحهم أو لا ليس أن يعاذبهم طوال الحياة وحتى بعد الممات وإلى أبد الآبدين وبطريقة فيها نوع من التشفي والرغبة في الانتقام من الذين لا يطيعون ولا يسمعون كلمة هذا الأب أو الرب أو الإله هذا يحيننا على موضوع مهم جدا أن أحاول دائما أن أشير إلى وهو أن هناك داخل الدين حاجة أساسية للعنف لأنها جزء متعصل منه وهذا نفسه هو يفسرنا أو يقدمنا تفسير ممتاز جدا لسبب انتشار الدين ووجوده في جميع المجتمعات وهو سبب بسيط لحد يعني ربما يستغرب البعض من بساطة وهو أن الإنسان كان عنيف الدين ناجح لهذا السبب الدين ناجح ليس لأنه ينشر التسامح والمحبة وينشر القيم الروحية العظيمة بين الناس والتصالح فيما بينهم والتسامح والتراحم وما إلى ذلك لا بالعكس تماما الناس يرغبون بالدين ويخضعون للدين لأنه يوفر لهم هذا الجانب العنيف أنهم بحاجة إلى العنف مثل ما هم بحاجة إلى الطعام الإنسان حاجته الأساسية هي واحدة من حاجاته الأساسية أن يمارس العنف وأن يعبر عن هذا العنف عندما أنا كنت طفل كنت أذكر أن لم أكن متدين في يوم العيام ولم تلفحني رياح الدينية في يوم العيام لكن كنت أقرأ التاريخ الطبري أقرأ التاريخ المسعودي أقرأ لم أترك كان هم من رئيسي أنه أشوف مشاهد القتال والمبارزة بين الجيوش وعندما يخرج في فرسان وتقاتلون فيما بينهم وأنا أرسم في مخيلتي صورة هذا القتال باعتباري أنا طفل وعلى وشك المراهقة فكانت الرغبة بإثبات الذات والقوة والمقدرة تتأجج داخلي فكنت أسمع وأقرأ وأشاهد كيف قاتل خالد بن وليد الآخرين كيف اقتحم الحصون كيف تسلق الأسوار أشاهد الأفلام الكاوبوي وأشاهد أيضا أفلام الطرزان وهرقل وأشاهد وأسمع قصة نزال الإمام علي مع عمرو بن العاص وكيف ظهرت عورته وتركه ولم يقتله وأيضا كيف قتل عمرو بن الود العامري رغم أنه عمرو ثمانين عاما لم أنتفت إلى هذه الأمور كنت فخور بهذه القوة الجبارة التي رفعت باب خيبر وما لذلك طبعا هي أصولها من التورات هي قصة توراتية رفع باب باب من أبواب مدينة ذكرت في التورات تم غزوها ورفع باب ما ذكر اسم النبي لكن هي قصص متشابهة ومتواترة لأنها ضمن الإرث ليس جيني الإرث الأسطوري الإرث الميثولوجي الذي كان يسود المنطقة في ذلك الزمان فهي تتسرب في كل مكان كما تتسرب المياه في الأواني المستطرقة وتتوزع من هنا نستطيع القول بأن الدين الشعر أو الدين الموروث لا يسعى ولم يسعى في يومنا الأيام لنشر قيم أخلاقية أي أن هذا الدين سواء كان إسلام أو أي دين آخر في المنطقة في المناديان الشمولي يقصد هذا الدين هو دين بلا أخلاق بل ولا حتى يمتلك قادة يمتلكون أخلاقا هؤلاء جميعا عدموا الخلق مستعدون لإرتكاب أبشع المجازر هناك من يظهر الذين ترونهم يتحدثون بلغة فيها نوع من الجمل البلاغة أو الجمل الغامضة التي تسحر وتخلب الباب الجمهور مثل القنيبي مثل عبدالله رجدي هؤلاء يظهرون على الناس وكأنهم فاتحي البلدان هؤلاء وكأنهم يعني أبطال أسطوريين يتحدثون بطريقة فيها نوع من الاستهزاء والنظرة الاستعلائية على الجميع هذه الطريقة هي التي تثير الآخرين والتي تحفز الآخرين على الانقياد لهم والطاعتهم والسير خلفهم لماذا؟ لأن أغلبية الشباب وخاصة معمار المراهقة والذين في الأشينات وأيضا منتصف الثلاثينات هؤلاء متعطشون للعنف ويوفر لهم هذا الداعية أو المحرض على العنف والمحرض على معادات الآخرين والذي ينشر فرقة بين الناس هذا هو الذي يثير الجمهور العام يعني الذي لا يمتلك مستوى ثقافي وأي جيد هؤلاء متعطشون للعنف والدين دائما يوفر لهم هذه الحاجة أي أن الدين لا يوفر حاجة روحية إنما يوفر حاجة لعدوانين هذه هي الحقيقة الأساسية وهذا الدين هو الناجح دائما وتجد لديه قوانين مقلوبة قوانين قيم تأخذ الوجهين مرة تجد أنه يتحدث بطريقة لطيفة وأخرى يتحدث بطريقة بشعة ووحشية وعدوانين مرة يتحدث عن أن هناك الصدق والصدق هو أولوية للحياة في الحياة بعد ذلك يمارس الكذب بشكل طبيعي وكأن الشيء لم يكن يقول لا يجوز القتل إلا بالحق بعد ذلك فهذا الدين دائما يعطيك الشيء ضده أو نقيضه والسبب هو لأنه هو موجود لكي ينشر العنف ويمارس العنف ولكن بطريقة منظمة الدين ظهر لكي ينظم عملية العنف ويسيطر عليها ولا يجعلها تتحرك بطرق غير منظبطة وفوضوية هذا هو الدين بصراحة الدين هو هذا هذا الدورة وهذا بالضبط هو اللي يرغب بالناس العاديين وخاصة من الرجال وهو ليسوا أكثر الدين دائما لماذا يفضل الرجال فقط لأن النساء لا ترحب العنف النساء تحاول دائما أن تحافظ على منزلها ووضعها وتحافظ على زوجها وعد ذلك حماية أولادها لهذا السبب تم تحييد المرأة تماماً وعزلها وجعلها خاضعة وعبدة وملك من أملاك الرجل لكي يتفرغ الرجل للأدوان ويتفرغ لمهمات الجهادية العظيمة في الذبح والقتل والصلخ والإجرام والذي له طبعاً كل هذه الكلمات الإجرام والسرقة والنهب والسلب هذا كلها الأسماء محددة في القاموس الديني وهي مثلاً الغزو الغنائم الغنيمة هي سرقة يعني استيلاء على أشياء لا تخصك الجهاد فتح البلدان هي بالحقيقة غزلة أكثر ولا أقل طبعاً ربما يعتبر بعضنا هذا الكلام هو كلام فيه حدة عالية وأقول أن حين أقول مثلاً بأن هذا الدين وأن أغلب الأديان خاصة الشمولية هي أديان بلا أخلاق ولا تمتلك هاي أخلاق بل ولا تحتاجها إلا عندما تصبوا في صالحها وصالح الرغبة بموارسة العنف والسيطرة على الآخرين وأذلالهم وتحقيرهم أو استعبادهم وقتلهم أيضاً وسلب أملاكهم هذا الدين بلا أخلاق أقول لو كانت هناك أخلاق مثلاً لدى أي دين أو أي متدين يسمعوني الآن قال سأثبت لك أخلاقي وسأناقشك وليست أنا من يناقشك إنما الدين الذي أنا عليه فقهاً وعلوماً وعقيدةً ونصاً ووحياً كله يقول أن لكل إنسان حق أن يمارس أو أن يقول رأيه وأفكاره وأن هذا الدين الذي أنا عليه دين أخلاقي صرف بدليل أنني لن أتعرض لك بل أسمح لك بأن تقول رأيك في الدين وتقول بأنه بلا أخلاق ومن أخلاقي أخلاق ديني هي التي تسمح لي أن أتركك تتحدث كما تشاء هذه القضية غير موجودة وهذا دليل دامغ على أن ما أقوله إلى حد بعيد جداً هو صحيح لا أدعي أنه صحي 100% لا يوجد شيء 100% ولا يوجد كلمة صحيح في العالم دول العالم بأكمله هي كلمة صحيح وعبارة ومفهوم صحيح هي عبارة آآ يعني إطلاقية غير موجودة ولا يمكن أن توجد على الإطلاق هي عبارة سوريا بمعنى المعاني وهذا دليل أنه عندما تطلعون على التعليقات في قناتي وأغلب من يدعون إلى عادة النظر بواقعنا الثقافي والديني والمعرفي تجد هناك ردة فعل عنيفة ضدهم وهذه ردة الفعل ليست هي ضد ليست وليدة رغبة يعني عنف أو الفعال من قبل جمهور متعصب لا هذا الجمهور متعصب جرى صناعته بطريقة فنية ومدعومة ماليا صرفة مليارات حتى يتحول هذا الجمهور بهذه الطريقة وهذا هو اللي أنا أتحدث عنه من البداية جرى توظيف الدين وهذا الدين وضح للجميع بأنه يجيز للآخرين ممارسة العنف عندما نراجع ما حدث في أيام داعش نكتشف هذه الحقيقة بشكل صارخ ويسون تحليلات لماذا هناك شباب يسافرون يقطعون البلدان وخاصة من أوروبا ويذهبون إلى سوريا للجهاد والأراق ويقاتلون ويقتلون لماذا؟ لأنه لديه رغبة بالعنف وهم أغلبهم هؤلاء كانوا من المجرمين والذين مارسوا حياة عنيفة ولديهم سوابق وحوادث إجرامية وهذه مسألة لكل الناس تعرفها وغالبا أغلب الذين يصلون إلى مراتب عالية في الأعزاب والحركات الدينية هم من الذين لديهم سوابق إجرامية ولديهم رغبة بالقتل والعنف يعني أغلبهم رغبة شديدة لممارسة العنف من أغلبهم الزرقاء مثلا يعني هذا معروف المسألة ليست بالشيء الغريب أيضا حتى الناس الذين اتبعوا الرسول محمد هم نسبة كبيرة من أغلبهم الذين يمارسون العنف بشكل كبير خاصة من قبيلة الغفاري أبو ذر الغفاري كانت قبيلة من قطاع الطرق بين مكة والمدينة وهذه مسألة معروفة ليست بالسرية لكن هؤلاء يتم توظيفهم بطريقة ممتازة من قبل السياسة والرجال الدين واللي ينفذون باسمهم مخططاتهم أنا عندما أريد أن أحقق مشروعا سياسيا وفيه صدام مع الآخرين من أحتاج لن أحتاج الناس الذين لديهم نسبة قليلة من رغبة ليست لديهم رغبة ممارسة العنف متسامحين طيبين لن ينفعوني هؤلاء الدين دائما يبحث عن الذين لديهم رغبة ممارسة العدوان والوحشية البالغة في ممارسته وهذا وضح عندما نقرأ الغزوات الغزوات التي حدثت في صدر الإسلام وبعد الإسلام على سبيل المثال الغزوات في التوراة أيام اليهود عندما نقرأ المجازر التي قام بها اليهود الأوائل الأنبياء في القرن التاسع قبل الميلاد والعاشر حسب رواياتهم هم يعني أشياء تقشعر لها الأبدان فبالتالي أيضا الرسول عندما كان يرسل سريب يقودها خالد الوليد وخالد يستمتع بالقتل قتل الآخرين ويقول بعد ذلك أن اللهم أني أبرأ إليك مما فعلا خالد لكنه لم يعاقبه لماذا؟ لأنه يحتاجه لماذا يحتاجه؟ ليس لأنه يعني فقط مفيد للدين لا لأنه والدين أساسا قائم على العنف بدون العنف لا يمكن للدين أن يعيش ليوم واحد فننشر قيام المحبة قيام التسامح سوف لن يبقى للدين مكانا بيننا لأنه ستقطع الهواء عنه الهواء الذي يتنفسه الدين أو المنظومات الدينية أو الدافع الديني عند الإنسان هو هو العنف هو الرغبة بممارسة العدوان هي هذه الحقيقة الأساسية الأجيولوجيا أيضا عندما تكون عندك رغبة بأن تكون رغبة بأن تتعصب لموقف ما هو هذا سببه أنه رغبتك بممارسة العدوان الغرب اكتشف هذا الموضوع خاصة بالعقود الأخيرة وبدأ يصرف هذه الطاقة لداخل الإنسان عن طريق الرياضة ومنافسات الرياضية والتعصب لفريق على حساب فريق آخر فتجد الشباب يطمحون إلى هذا الرغبة دائما بتفريق طاقاتهم بهذه الطريقة هناك أمر آخر أحب طرق له وهو أن العنف هذا الموجود المتأصل داخل الإنسان ليس نابعا من رغبة فردية بإبراز بطولة هذا الفرد وشجاعته وقدرته على ممارسة العنف لا إنما نتاج رغبة بإثبات بإثبات البراعة أمام القطيع الذي ينتمي له هذا الكائن العنيف أو المؤمن العنيف فبالتالي تصبح المسألة لها علاقة بالقطيع وليس بالأفراد لأنك عندما تمارس العنف أنت تمارس الجانب الحيواني فيك والجانب الذي يغذي وهذا الجانب الذي لا يمكن أن لا يمكن أن ينمو ويتقوى أكثر إلا بتغذية الجانب العدواني داخل هذا إنسان وطمر أو تقليل الجانب العقلاني في هذا الجانب في الجانب الآخر أي الجانب الأخلاقي أن الأخلاق لن تنفع هذا الكائن القطيعي الذي يرغب بمارسة العنف المعنى المعاني أن العنف هو نتاج الحياة داخل القطيع أو داخل الجماعة البشرية وليس نتاج الإنسان عندما يكون منفردا مع نفسه مع من تمارس العنف أنت لا بد أن تمارس العنف ضد جهة أخرى أو جماعة أخرى وبالتالي فأنت لا حاجة لأن تمارس العنف مع آخر إلا إذا كان هناك نوع من الاعتداء عليك هذا حتى بالكائنات الغير بشرية لديها هذه الطبيعة أنه تقاوم الآخرين أي اعتداء عليها بطريقة أو بأخرى ولديها الأجهزة أو الأدوات الخاصة للمقاومة بعض أتى أجنحة البعض أتى أنياب البعض أتى أظافر وهكذا كل كان لديه قدراته الدفاعية الخاصة لكن الإنسان يتميز بأنه يمارس العنف المنظم لهذا سوى أنه حتى الأصابات ما معنى أصابها هي الأصابة لماذا تشكل أصابها ممكن أن تكون التسارق لوحدك لكنك لن تصمت كثيرا الإنسان الذي لديه رغبات شديدة بالعنف وممارسة العنف دائما تجد لديه روح قيادي لديه نزع بأن يشكل جماعات ويقودها أو يكون جزءا منها ويتحالوا ضد الآخرين ويمارس العنف ضدهم بوحشية يعني قصص التاريخ حافلة بها ممكن أي واحد من أن يطلع عليها بعد الفاصل سأحاول تفسير هذه التنقلات الدينية وأيضا مدى حاجة الناس لهذا الدين الذي يفتقد إلى الأخلاق بل ويكتفي بالدعاء فقط عمليا نحن لا توجد لدينا قيم أخلاقية صلبة فكل القيم الأخلاقية التي ينالها الإنسان بالفطرة جرى تبنيها دينيا بعد إفسادها جوهريا فقد أصبحت تتضمن القيمة ونقيضها في الآن نفسه ووفقا طبعا للحاجات الدينية أي ليس وفقا للحاجات الأخلاقية التي موجودة التي لا تحتاج تبريرا لوجودها إنما تبريرا داخليا خاصا بكل فرد وكأن الدين بهذه الصورة التي يقدم نفسه بها وجد أصلا لتنفيذ هذه المهمة القدرة بقلب القيم والتعامل حسب حاجته لها أو رفضه لها أي أن قيمة مثل الصدق على سبيل المثال ليست بحاجة لأن تتحول إلى كذب لكي تناقض نفسها إنما هو الصدق نفسه يتضمن الكذب وهنا المشكلة أنه الكل يعني يمارس الصدق وبداخل الصدق أيضا تشعر وجوده كذب أيضا دون أن يشعر الجميع بوجود أي مشكلة هذا الأمر لو قسنا على قيم أخرى كثيرة كالأمانة والاحترام والتواضع والتعاون والإيثار والتسامح إلى آخره لا وجدنا العجب العجاب وهنا ناقش هذا الموضوع بتفصيل أكثر مني بالمختصر لا وجود لقيم أخلاقية حقيقية محترمة بيننا ولو وجدت ولو بشكل بسيط لأصبح حالنا وبالتأكيد غير ما نحن عليه الآن والسبب هو أن الدين الشعع الموروث بيننا هو إفراز أو نتيجة لهيمنة أنساق دينية هي بنفسها لا تنطوي على أي سعي لنشر قيم أخلاقية حقيقية أي أن القوة الدينية أو السلطات الدينية الحاكمة ليس ضمن مشروعها نشر أي قيم أخلاقية حقيقية بين الناس قيم التسامح والمحبة إنما فقط يعني توزيحها بشكل أعلامي شكلي سطحي فقط لتلبية حاجات وتبرير الصفقات وال الاعتداءات أو الاستغلال للناس عبرها لأن الناس مساكين يصدقون أي قول ويعتبرون أن هذا الإنسان هو العظيم الكبير المقدس هو الذي يبحث عن صالحهم فأدما يدافعون عنه يقولون لديه قيم أخلاقية قام بكذا وكذا وقال كذا وتكلم عن كذا ووعد بكذا وبدون أن يقدموا أي دليل دامغ على ما يقوله والسبب لماذا هذا الكذب وهذا الدجل الذي يتمارس السلطات الحاكمية إنه الدين أصلا موجود لكي يرش الناس ولكي يخسل عقولهم ويسيطر عليهم هو أصلا لا بد أن يمارس الكذب والنفاق هو هاي طبيعة هذا ولأنه أصلا قائم على فكرة وهمية أنه وجود قوة غيبية غير موجودة هي التي تتحكم بنا ولدينا اتصال خاص بها وهنا لك نصوص قديمة أصلية نزلت في يوم ولينا اتباعها كلام عام ما تعرف أين لن تجد شيء تتمسك به لكي تقول تقدم دليلا عليه وتقول أنتم قلتم كذا وهذا الذي حصل لم يحدث كما وعدتم هذا كله يحيد إلى الأصل أو النتيجة النهاية وهي أن كل هذه المنظومات الدينية النصوص الدينية المقدسات بأكملها هي هدفها ليس الأخلاق ولا القيام الأخلاقية ولا صالح العام ولا صالح الإنسان ولا صالح من يسمونهم المؤمنين وأسبب لما كلها موجودة لقضية واحدة تتعلق بمسألة الاستحواذ على السلطة وليس لنشر القيام الأخلاقية أو مساعدة الناس أو يعني بحث عن مصالحهم أو حتى الحث على العمل الصالح هذا هذا الأمر إلى ماذا نحينه نحينه العقل الفقهي خاصة هو العقل الديني أيضا بس العقل الفقهي خاصة انتهك فكرة الإيمان إنسانيا ومجتمعيا في أصوله وهذا الإيمان أو فكرة الإيمان أو طبيعة الإنسان أن يؤمن بالأشياء لأن الطفل لا بد أن يؤمن بأبيه وأمه ومجتمع الذي يولد فيه لكي يحيى وينشى إذا كان لا يتق بأبيه وأمه والأقرب الناس إليه لن يستطيع أن ينمو وأن يتطور وأن يبدأ بتنمية عقله وذهنه ويراكم من خبراته لا بد أن يعتمد على الآخرين في أن يطور نفسه وهذا الاعتماد على الآخرين لا بد أن ينطوي على الإيمان إذن الإيمان هو جزء طبيعي داخل الإنسان وليس جزء إحنا نبتكر من عندنا هو جزء أساسي من غريزة الإنسان أنه لا بد أن يؤمن بأبيه وأمه منذ المدع بعد ذلك يؤمن بالدين والقوم الذي يعيش بينهم والإله الذي يؤمنون به هذا الإيمان ضروري جدا وهذا سبب التمسك الناس بهذا الإيمان وهذا الإيمان يبدي بعد ذلك توظيفه لصالح العنف لأنه عندما تكون مؤمن وتشعر بأنه هناك رغبات داخلك موجودة أكثر لأن تطلب منك أن تحققها بالأكل والشرب والامتيازات الجيدة بالحصول على النساء بالاستيلة على موال الآخرين هذه كلها رغبات بالعنف هناك رغبة داخل الإنسان أيضا لأن يتمظهر أمام الآخرين ويدعي القوة والجبروت والهيمنة والسلطنة على الآخرين هذا الرغبة أيضا جزء من طبيعة الإنسان كما تحدثت في القسم الأول هو هذا كل أسمي أدى إلى أن ينتهك العقل الفقهي كما أسمي فكرة الإيمان إنسانيا وإجتماعيا وليس بالكلام العام أو على البنابر لا إنما في أصول الفقه وأصول العقيدة تجدون العنف متجسدا داخليه عندما يقول هناك إله واحد معنى هذا يتضمن عبارة عنيفة بالضرورة إنه لا يوجد إله آخر إلا هذا الإله فهذا يتضمن عنفا لماذا أنت تصر على هذا الموضوع عندما تقول لكم دينكم ولي ديني معنى هذا هذا عبارة عدوانية البعض يستشهد بها لأنه عبارة جيدة لا عبارة عدوانية لا الإسلام فقط جميع الأديان وطبيعة الأديان هكذا أنا لا أنتقد الدين لأنه يقول كذا ولا بالعكس إن من يؤمن بالدين هو اللي يعتبر هذه الأشياء هي أعظم ما بالدين هذا العنف وهذا القوة وهذا الجبروت وهذا التعالي وأنتم الأعلون وهذا الكبرياء المرضي الذي يتولد داخل المؤمن المجاهد هذا هو 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 المرغوب يعني أنا لا أنتقد بالعكس أقول هو هذا الدين الصحيح الحقيقي هذا الذي يعبر عن نفسه من خلال هذا الجبروت الكبرياء والغرور والتعالي على الآخرين الذي ينميه داخل الأفراد أفراد القطيع ويجعلهم يشعرهم بأنهم ضمن قطيع متماسك وقوي ويهزم كل من يقابله وعندما يخسر المعركة يظل يتحجج ويبرر الأخطاء لكنه لا يتنازل عن عدوانيته ورغبته بالعدوان ويبحث السبل بعد ذلك الكثيرة برد الأدوان أو ما يسمي أدوان بأبشع الطرق وإن تطلب الأمر ذلك هذا العقل الفقهي اللي أشرت إلى هذا هو اللي انتهك فكرة الإيمان وأخضعه بالتالي كل شيء لنمط اتباعي امتثالي استعبادي أطلق عليه بعد ذلك هذه المحصلة أطلقت عليها تسمية دين ولكن أي دين دين غابت عنه أهم أبعاد الروحية والدينية والأهم والأخطر الأبعاد الأخلاقية بشكل كامل وليس جزي بشكل كامل تماما لأنه عندما تتناقض القيم الأخلاقية فيما بينها وهي داخل القيمة نفس الصدق يصبح والكذب والكذب يصبح والصدق وحسب وشهة النظر الآخرين وشهة نظرك وحسب حاجتك فبالتالي هذا لا يعني وجود أخلاق على الإطلاق هذا كله أدى أو قادة إلى غياب كامل للرؤى والأفكار الأخلاقية على مستوى النظر وأنعدامها بالتالي على مستوى الممارسة فلا نكاد نجد أثرا للقيم الدينية في واقع على مجتمعاتنا يعني على أرض الواقع لا وجود لهذه القيم الدينية بين أفراد المجتمع كل ما هو منتشر هو عكسها تماما وهذا هو أيضا الذي يؤشر بشكل قوي جدا أو يفسر سر تخلفنا المتواصل طوال قرون المجتمع الذي لا تتوفر فيه قواعد أخلاقية ثابتة وغير قابلة للتساهل على الإطلاق مهما كانت بحق الجميع مثل القانون يعني القانون الأخلاقي هو موجود إذا ما أذن تهكي هذا القانون الأخلاقي فلا جدوى من أي شيء المجتمع يتفتت ويتدمر بالتالي لهذا السبب الدين لا يوفر حصانة للإنسان والمجتمعات دائما تجد المجتمعات الدينية المجتمعات تعيش الفقر والظلم والاستبداد والجور لهذا السبب لأنه لا تستطيع هدفها الوحيد الدين والمجتمع العنيف المجتمع هو الإنسان حتى أردت برمو إنسان إنسان بطبعة عنيف الإنسان يحتاج جماعة جماعة تصد عنيفة العنف ظل مستشري مثل التتار وغيرهم الشعوب البداية جدا بعد ذلك يحتاجون دين عندما يتطور العنف ويحاول أن يكون منظما إذا كانوا من السراغ وقليلية المعرفة يصبحون أصابات سطو مسلح أو غير مسلح إذا كان قائد هذا القطيع أو هاي جماعة العنيفة قائد لديه شيء من الثقافة والوعي يستثمر هذا الثقافة والوعي لكي يؤسس آيجيولوجيا خاصة بهم وهاي آيجيولوجيا تنظم عملية العنف وأيضا حتى لو وصل إلى الدولة أيضا الدولة بعد ذلك إذا الدين فشل كما أثبت التاريخ بأنه بأن يتطور أكثر مما وصل إليه هو أصبح عنيفا بحيث وأدى بذلك إلى استغلال الناس وتدمير قدراتهم وطاقاتهم في عنف وتواصل بلا نهاية ومع الدعاء بأن هذا الدين هو الدين الصحيح الوحيد وأن الله هو الإله الوحيد هذا فتح من الصراعات لا أول لا آخر وبالنتيجة حفز الجميع على احتواء هذا الدين الأديان التوحيدية المستبد فظهرت مع الوقت الآن الشبن المسيحية إلى أين قادها المسار والآن الإسلام بدأ يدفع الثمن هذا التطرف وهذا التعصب المتواصل والرغبة الشديدة بممارسة العنف الدولة الحديثة هي نوع من الوحيد كما يقول ماكس فيبر العنف المنظم أو الدولة أو الجهاز أو المؤسسة التي تحتكر العنف وبالتالي هذا يحيننا للموضوع نفسه وهذه سلسلة أشكال العنف المتطور عبر تاريخ الإنسان أشكال العنف بدأت من جماعة البسيطة من القبيلة من العشيرة إلى القبيلة بعد ذلك قبيلة قدما توسعت وأصبحت قبائل عدة احتاجوا إلى دين وتشكل هذا الدين الذي كان يعادل الدولة بالمعنى المعاصر لكن الدولة الحديثة أتت وطورت الموضوع أكثر بحيث احتكرت العنف لصالحها حسب مفهوم ماكس فيبر وأدي حلقة خاصة سأتحدث بها عن هذا المفهوم أو صيرورة العنف داخل الجماعات البشرية عبر التاريخ منذ أقدم الأزمان منذ ظهور الإنسان العاقل حتى يومنا هذا وأيضا سأتوقع مستقبل هذه التطورات لاحقا وأن الإنسان سيبدأ في النهاية يسيطر على غرازة العنيفة ويصبح إنسانا خالصا خالصا يعني شونا نسميها منسلخا من روحه أو أصله الغرائزي الحيواني أو منسلخا من مخ الزواحف الذي يحرضه دائما على الغزو والعدوان وسفك الدماء لأسفة الأسباب أختم ما أقول هذا الدين بلا أخلاق والأديان عموما بلا أخلاق ولا تتبحث عن أخلاق إلا لتلبية حاجاتها بالتالي هذا الدين الموجود الشائع غابت عنه أهم أبعاده ما يتسمى أبعاد روحية ودينية وهي عبارة ليست إلا تغطية على حقيقة العنف الذي يتسرب داخل نفوس أفراده وأطماعهم وجشعهم ورغبتهم بالاستحواذ على كل شيء هذا أيضا أدى لغياب كامل للرؤى والأفكار الأخلاقية كما قلت على مستوى النظر وإنتعي دائمها على مستوى الممارسة بعد كل هذا أختصر وأقول وأتساءل ما هي مشروعية وجود الدين في حياتنا إن لم يجسد هذه القيم الشعاراتية التي أكل رأسنا باسمها على أرض الواقع أختم وأكرر بصراحة الدين الشعاء كما أقول وأكرر لا يحث بل ولا يسعى أصلا لنشر قيم أخلاقية صلبة وغير قابلة للتعويل أي أنه بالمختصر دين بلا أخلاق ولا قادة يمتلكون خلقا وتسامحا وإنسانية مع السلامة ترجمة نانسي قنقر